السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير في الفيديو بتاع النهاردة بازن الله نستعرض مع بعض نسخة من نسخ ويندوز حداشر من افضل النسخ اللي انا استعملتها على جهاز الكمبيوتر الخاص دي نسخة تدعم امكانيات الاجهزة الضعيفة نسخة فيها كل امكانيات ويندوز حداشر نسخة تشتغل على اتنين جيجا رام عشرة جيجا اه في مساحة الهارد ديسك بتاخد اه بتشغل كل الاجهزة بدون شريحة تي بي ام بدون سيكي ربوت لو حضرتك حابب تعرفها نعمل ده مع بعض ازاي ونثبتها على جهاز بتاعنا ازاي تابع معي الفيديو لنهاية قبل ما نبدأ الفيديو بإذن الله وللمصدقية عشان المشاهدين يبقى متأكدين من الحاجات اللي احنا بنعرضها عليهم زي ما حضرتك شايف دي ده اه شكل نسخة الويندوز بعد ما حضرتك تسبتها على جهاز الكمبيوتر الخاص دي لو انا ضغطت على قيمة ابدأ تمام زي ما حضرتك شايف كده هتلاقي ان قيمة ابدأ اه تم تنظيفها من تطبيقات البلوت وير اللي شركة ميكروسوفت بتفردها عليك وفي نفس الوقت تم ايقاف كل المتتبعات اللي كانت شركة ميكروسوفت بتعملها عشان تتبع كل اللي انت بتعمله على جهاز الكمبيوتر بتاعك وتعتبر بيت رقبك لو رحت على التطبيقات هتلاقي التطبيقات الاساسية بس اللي موجودة على النسخة وفي نفس الوقت النسخة مدعومة بمتصفح ومدعومة باللي هو المتجر بتاع شركة ميكروسوفت يعني حضرتك لو حاببت تنزل اي تطبيق اتدخل تنزله بمنتهى البساطة لو انا رحت على طول على مستكشف الملفات عشان نشوف اللي هي النسخة واخدأ دي على هارد ديسك زي ما حراك شايف كده هستعرض عليك دوقتي اه لو قفت على الهارد ديسك عملت اه بربورتس هتلاقي انه النسخة خدت على الهارد ديسك بالزبط 11 جيجا طبعا اه اي نسخة ويندوز اه كاملة بتاخد حوالي 30 جيجا على الهارد بس بدون اي برامج طبعا النسخة نسخة خفيفة جدا على الجهاز سريعة جدا ما بتستهلكش اه حاجة كبيرة من المعالج ولا الرامات هستعرض علي حضرتكم الموضوع دي دوقتي قبل ما نبدأ هفتح اللي هو تمام عشان نوري لحضرتك اه الامكانيات بتاع النسخة لو انا رحت على عرض اه ليه زي ما حضرتك شايف كده هتاقي العمليات اللي شغالة في الخلفية حوالي مية سبعة وعشرين عملية البروسوسور طبعا الاداء اه بتاعه يعتبر جيد جدا لو رحت على الرامات تمام هتلاقي ان هي وغدة اه اقل من اتنين جيجا رام طبعا نسخة خفيفة جدا يعني كأنك مسطب نسخة ويندوز عشرة تشتغل بمنتهى السلاسة واليسر بعد ما حملت الاسطوانة هتظهر عندي على سطح المكتب بالصورة ديت في نفس الوقت ده حضركها تبقى مجهز برنامج ريوز طبعا برنامج من افضل البرامج اللي بتحرق نسخ الويندوز في نفس الوقت حضركها يكون حاطة فلاشة في قلب جهاز الكمبيوتر الخاص ديك وبعد كده هتبدأ تفتح برنامج ريوز تقول له نعم هتنتظر طبعا الحديث ما البرنامج يفتح معاك عشان نبدأ نحرق النسخة على الفلاشة زي ما حضرت كده هيفتح معنا البرنامج بالصورة ديت ارى على طول الفلاشة حضرتك ممكن تحط فلاشة في حدود تمانية جيجا انا طبعا الفلاشة بتاعت ست واشر بس هي ممكن يتحرق على فلاشة تمانية جيجا هتبدأ تعمل اختيار تمام كده هيبدأ يستعرض لك المكان اللي انت حاطت فيه الفلاشة انا طبعا حاطتها على سطح المكتب تبدأ تضغط على فتح انا انتظر طبعا الحديث ما البرنامج يقرأ الفلاشة بعد ما البرنامج ارى الفلاشة نيجي الخطوة مهمة جدا هي اللي هي مخطط التأسيم هل الهارد بتاعك اللي انت هتحط عليه الفلاشة البرتشن آآ تأسيمه جي بي تي ولا امي بي ار طبعا انا البرنامج ارى على طول النوع التأسيم الموجود عندي على الهارد ديسك اللي هو جي بي تي طيب حضرتك هتعرف الموضوع ده ازاي لان ده ممكن يسبب لحضرتك مشكلة لو انت ما عملتوش مزبوط استاء تثبيت النسخة كل انت هتعمل وهتقف على قيمة ابدأ تعمل كليك يمين تمام وبعد كده تروح رايح عند حاجة اسمها ادارة الاقراس. هتنتظر لحديث ما ادارة الاقراس تفتح معك. ولما تفتح معك ادارة الاقراس هتروح رايح على القرص اللي هو تقف عليه تعمل كليك يمين وتضغط على خصائص. تبدأ تفتح معك اللي هي الخصائص ديت. هتروح رايح على طول على حاجة اسمها وحدات التخزين. في مخطط التأسيم او نمط التأسيم هتلاقي عندك نوع تأسيم الهارد ديسك بتاعك. انا طبعا جي بي تي. طيب لو حضرتك كدت امي بي ار يبقى لازم هتحرق النسخة بصيغة ام بي ار. انا طبعا جي بي تي. طب لو انت امي بي ار كل انت هتعملها تضغط هنا وتختار ام بي ار. هتا دي مهم جدا انا عشان ما عميش معك مشكلة اثناء تثبيت النسخة. هرجع مرة تانية اه خليها جي بي تي. وبعد كده انزل على عملية بدء الحرب. طبعا هنا بيقول لي قوم بازالة متطلبات اللي هي هي اصلا كده كده الحاجة ديت محزوفة. انا بس هخلي لي قوم بازالة متطلبات حساب تمام كده? وهعمل تعطيل جميع بيانات اللي هي الخصوصية وتعطيل التشوير الاتلقائي بتاع اه ميكروسوفت اللي هو بيت لوكر. حيث دي مهم جدا عشان ميكروسوفت ما تشفر لكش بتاحتك اه بكلمة سر. هبدأ اضغط على اوكي. هيبدأ يقول لي ان كل الحاجات اللي موجودة على الفلاشة يتم حسفها. هقول له موافق. هنتبدأ عملية حرق نسخة الويندوز على الفلاشة. طبعا انا هوقف الفيديو عشان ما طولوش عليك. لحين الانتهاء من حرق الفلاشة وارجع ليك مرة تانية. تابع معي. بكده زي ما حضراتك شايف تكون انتهت عملية حرق نسخة اه الويندوز. هنبدأ نضغط على اغلاق. الخطوة اللي بعد كده ان حضراتك هتبدأ تعمل عملية لجهاز الكمبيوتر بتاعك. وتبدأ تضغط من لوحة المفاتيح على الضرار اللي دخلك على شاشة طبعا انا هنا جايب لحضرتك اشهر الاجهزة. والمفاتيح اللي انت هتضغط عليها. طبعا حضر ك هتشوف الجهاز بتاعك نوع ايه? تبدأ تضغط على المفتاح اللي مكتوب قدامك الجهاز الخاص بيك عشان تدخل على شاشة. بعد ما عملنا عادة تشغيل الجهاز الكمبيوتر بتاعنا. طبعا انا الجهاز بتاعي هتضغط على اف تسعة هتبدأ تختار اللي هو اللي انت هتنزل عليه النسخة. طبعا وهتعمل له عملية فرومات. وبعد ما تعمل عملية فرومات هتختار طبعا اللغة زي ما حضرك شوفت. بس انا طبعا مصرع الجزء ده من الفيديو عشان ما طولوش عليك. هتبدأ النسخة تثبت نفسها على الجهاز بتاعك. آآ بمنتهى البساطة ومنتهى السرعة. كل اللي مطلوب منك في الوقت ده ان انت تنتظر واتتابع عملية التسبيت. طبعا عملية تسبيت النسخة مش بياخد وقت كبير. زي ما حضرك شايف. هيبدأ يعمل عملية لجهاز الكمبيوتر بتاعك. وبعد كده يبدأ يعرف القطع الخاصة بجهاز الكمبيوتر. كل انت هتعمله هتسيبه هو شغال اوتوماتيك بدون اي مشاكل. آآ بس في نقطة حابب ان انا نوه لها. حضرتك الافضل في الوقت ده ان انت ساعد نكون بسطة النسخة تكون فاصل الانترنت عن الجهاز الخاص بك. عشان ما ياخدش تحتسات اثناء عملية التسبيت. فتكون عملية التسبيت اسرعة. ده افضل آآ لو كان في واي فاي تفصله. او الافضل ان انت تفصل سلك الانترنت او تفصل الراوتر الخاص بك. هنا طبعا هتختار اللغة والبلد. تبدأ تتخطى اللي هي شبكة الواي فاي. تبدأ تسجل بياناتك. هنا هتقفل كل بيانات الخصوصية. الحيطة دي مهمة جدا. هتقفلها عشان ميكروسوفت ما يبقاش فيه اي تتبع دي. كل الزرار دي انت هتقفلها. وبعد ما تقفلها هتضغط على مفتاح زي ما حارك شايف هتلاقي نفسك وصلت الى سطح المكتب بتاع النسخة بمنتهى البساطة. زي ما حارك شايف كده ده سطح المكتب بتاع النسخة بعد ما تثبتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك. نيجي الاهم خطوة في الفيديو ازا هنحمل النسخة كل انت هتعمله هتيجي في خانة البحث بتاع المتصفح بتاعك وتكتب آآ طيني حداشر. كل اللي انت هتعمله تكتب بس كلمة طيني حداشر. تضغط على انتر من لحة المفاتيح. هيبدأ يفتح فيك الموقع ده اللي هو انترنت ارشيف. تبدأ تضغط عليه. هتنتظر طبعا لما صفحة الموقع يتحمل معاك. وبعد كده تبدأ تنزل تحت. هتلاقي اللي هو الخيار ده. ايزو. تبدأ تضغط عليه. هيظهر ليك عدة خيارات. حدرتك هتختار الخيار الاولاني. اللي هو ويندوز حداشر آآ تلاتة وعشرين اتش تو. اربعة وستين بيت. طبعا مساحة النسخة اربعة جيجا. واتنين من عشر. تبدأ تضغط عليه. تنتظر لحديد ما تبدأ عملية التحميل. لحظات بسيطة تابع معايا. زي ما حالك شايف كده. نبدأ نفر الموقع. بدأت الاستوانة. تظهر. تبدأ تضغط على. طبعا هتنتظر لحديد ما تتحمل معك بالكامل. وتبدأ تحرق النسخة زي ما شرحت لحضرتك في الفيديو. طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلنتش جديد. ما انت تدعمني باللايك والشير والاشتراك في القناة. عشان يوصلك مني كل جديد. واستلام عليكم ورحمة الله وبركاته.